في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو شكل وتوقيت الرد العسكري الإيراني على اغتيال هنية بهجوم على إسرائيل وسط حالة التأهب العسكرية القصوى والتحشيد غير المسبوق من البنتاجون الأمريكية كشفت تقارير نشرتها وكالة أسوشيات دي بريس عن هجوم أبريل الماضي الذي شهده العالم بحدث غير مسبوق حيث الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي شمل إطلاق مسيرات وصواريخ كروزوى باليستية كشف تقرير بالتعاون مع خبراء الصواريخ لأن صاروخ عماد الباليستي الذي تروج له إيران لأنه درة برنامجها الصاروخي أظهر هامش خطأ كبير يصل لألف ومائتي متر بعيدا عن تقديرات إيران التي زعمت سابقا أن الخطأ لا يتجاوز خمسين مترا فقط استدفى الصاروخ قاعدة نيفاتيم الجوية حيث تخزن إسرائيل طائرات F-35 فيها لكنه ظل طريقه وسقط في صحراء النقب والآن مع تكرار التهديدات الإيرانية بالانتقام لمقتل هنية يبقى السؤال إذا أرادت إيران فعلا أن تنفذ وعدها برد عسكري هل تستطيع حقا إذا إسرائيل وفق تلك المعلومات عن صواريخها والتي تظهر ضعفها أم أنها أسليب لدرء أي تهديد يطال أمنها وسيادتها من جديد ترجمة نانسي قنقر